يعني ده راجل مش إخوان ولا طابور خامس ولا عنده مشكلة مع السيسي لأنه ببساطة واحد من اللي شاركه وسكته على مدبحة ربعة ومؤكد إن الراجل ده لا يتبع أي طيار إسلامي لأنه ببساطة راجل إبطي زي مكرم باش عبيد فمحاولة تشويه بالتهم المستهلكة إخوان بقى والقصة دي وطابور خامس هتبقى محاولة فشلة الراجل بيقول ببساطة إحنا بقينا في دولة الخوف بس هو يمكن منير فخري عبد النور بيبالغ شوية أو يمكن عنده مشكلة دلوقتي مع النظام أو يمكن بيدور على منصب مع إنه كان وزير سياحة على ما أذكر قبل كده في حكومة أحمد شفيق وكان وزير في حكومة حزم الببلاغو يعني مش محتاج مناصب يمكن بس يمكن سؤال حوية وحلو بس الإجابة عليه بسيطة جدا الإجابة عليه من اللي عمله السيسي نفسه بعد هذا التصريح أو بعد لقاء مونير فخري عبد النور على منصة اسمها ذات تخيل اللقاء كله ذات مصر اللقاء كله اتحذف هذا الفيديو باللقاء كله بتاع مونير فخري عبد النور اتحذف وتحط مكانه مغلق للصيانة اللقاء كله الفيديو اللي انت شفته ده شفته جزء منه كله اتحذف وتحط مكانه مغلق للصيانة زمن الخوف زي ما قال مونير فخري عبد النور اي اتنين بيتكلموا بيسيبوا تليفوناتهم برا خايفين يكونوا مترقبوا زمن الخوف اللي خلى السيسي يقفل موقع ذات مصر بعد الحوار اللي اتفضح فيه على يد مونير مونير فخري عبد النور السياسي والاقتصادي واللي كان وزير في حكومة حزم ببلاوي وضح ازاي الرجل فشل وده اللي علق عليه الباحث والكاتب الدكتور عمار علي حسن وقال مغلق للصيانة دخلت على موقع ذات مصر لاطالع الاخبار والمقالات فوجدته على هذا النحو بحثت في محركات البحث او محركات ومواقع فوجدت ان الموقع اضطر لالغاء الحوار مع الوزير مونير فخري عبد النور وهو من قيادات حزب الوفد تطرق فيه للانتخابات الرئاسية والاحوال الاقتصادية اما عبارة مغلق للصيانة هنا تبدو كوميديا السوداء اللي هو دي لاحظ ان الدكتور عمار علي حسن ننزل بقى لا يعني ننزل بقى ننزل تحت تحت يعني ننزل ايوا لاحظ انه كاتب على خلفية السوداء بخطة ابيض سواد كده تأكدت ان مونير فخري عبد النور ما كانش بيقول اي كلام وان مصر بقى الدولة تخوف فعلا خايفة من تصريح سياسي كبير زي مونير فخري عبد النور اشتركوا في القناة